اشتركوا في القناة فيه حيا فاهلكهم الله بكفرهم وقيل انهم من اهل مدين بعث الله ليهم نبيهم شعيب كما بعث الى اصحاب الايكة شجرى يعبدونها فكذبوه فعزبهم الله بعذابين مختلفين وقيلهم قوم عبدوا الاصنام وطغوا في كفرهم وعصيانهم وكانوا يبنون منازلهم حول البئر فبينما هم حول البئر في منازلهم انهارت بهم وبديارهم فخسف الله بهم فاهلكهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الناس يدخلون الجنة يوم القيامة العبد الاسود وذلك ان الله عز وجل بعث نبيا الى اهل قرية فان يؤمن به من اهلها احد الا ذلك الاسود ثم ان اهل قريته عدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فحفروا له بئ فالقوه فيه ثم اطبقوا عليه بحجر فكان العبد الاسود يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشراب ثم يأتي ذلك البئر فيرفع الصخرة ويعينه الله عليها فيضلي اليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت قال فكان كذلك ما شاء الله ان يكون ثم انه ذهب يوما لا يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها فلما اراد ان يحملها وجد سنة فاتجع فنام فضرب الله على اذنه سبع سنين نائما ثم انه هب فتمطى ثم تحول لشقه الاخر فاتجع فضرب الله على اذنه سبع سنين اخرى ثم هب فاحتمل حزمته ولا يحتسب الا انه نام ساعة من نهار فجاء الى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع ثم ذهب الى الحفرة في موضعها التي كانت فيه فالتمسه فلم يجده وكان قد بدأ لقومه فيه واستخرجوه وامنوا به وصدقوه فكان بعد ذلك اسألهم ذلك النبي عن ذلك الاسود ما فعل فيقولون ما ندري حتى قبض الله ذلك النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك الاسود اول من يدخل الجنة